فعلا ايه اليوم الحلم ده يعني يوم جميل والناس عملها مش فاهمة شوية يعني بعض الناس اللي كانت متصورة هتفتح المفتاح وتخش الأستاذ أو تشوف المشروع قدامها هندسيا وتنقش تفاصيله شوف أستاذ إبراهيم في دنيا العقارات والإنشاءات للكينات الكبرى أندية أو كومباونز أو مصنع أصعب شيء في الدنيا هي مجموعة عناصر الموقع اللي هو الأرض وإجراءاتها وإجراءات الحصول أنك تملك أنك تعمل فيها هذا المشروع اتنين الفلسفة والكونسبت بتاعت المشروع اللي هتبني عليها التكلفة فالكونسبت ده تغير كذا مرة ولذلك مجالس إدارة كثيرة تعقبت وكل واحد كده يقترب من التنفيذ ولكن حسنا حدث أن التأخيرة وفي أخيرة أن الموضوع فضل يتطور إلى أن أصبح مدينة رياضية النمر الثلاثة أنك أنت بتبتدي وإنت بتدور على التمويل بتخلص إجراءات إجراءات زي ما الكابتن قال لو لا أن الدولة سهامت في مساعدة أو موافعات الارتفاعات الارتفاعات هيتعمل فيه؟ هذي نفس المشكلة اللي كانت تستفقنا في مدينة ناصب واللي كانت ممكن تستفق في أي موقع آخر فأنت بتعمل عمل استثنائي يحتاج إلى قرار استثنائي ممكن خدت أنت الموافقة وبدأ فورا في إسقاط الحلم على أرض الواقع طيب إيه الناس اللي حتنفذ لقوا بعض اتفقوا كلمة وين وين سيتيوشن دي مهمة جدا يعني نكسب مع بعض مش كل واحد حيفكر لا المقول حيفكر إزاي يكسب ملوش دعوة بالممول ولا اللي حيدفع ولا اللي مش عارف لا الكل في الآخر التركيبة العبقرية من مسؤولين حقيقيين وقيادات مسؤولة حقيقية كآلف استطاع أن يضع التصور الواقعي لتمويل دي نقطة مهمة جدا 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 فاللي فاهم أن الحفلة طيب وانتوا إيه يعني لا ده هي دي الخطوة الموضوعية العملية الحقيقية على أرض الواقع اللي الباقي كله جري في جري فأنت الحقيقة لازم وعلى فكرة سوف يحدث خلال الزموع القادم يعني الدنيا تهدى كده ويطلع إضاحات بقى من أصحاب الشأن كل واحد يقول للناس وأرض الواقع إيه عشان يعني مش عايزين نحاول موضوع بقى إيه نوع بقى من الضغوط يعني يعني إمتى وزي وفين وليه كده ومش كده حتى تباين القراءة لكن في الآخر الحلم يجب أن يكون في قدرة على تنفيذه عندما تستقر الأمور حيطلع حاجة طليق بالنادي الآلي وقابلة إلى تطور مع الأجيال القادمة دي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا